اختتمت في جينيف اعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية دون ان تحقق محادثاتها اي تقدم بعد اربعة ايام قدمت فيها الوفود مجموعة من الاحاطات التي تناولت مواضيع مختلفة وفد النظام السوري برئاسة احمد الكزبري حاول بحسب وثيقة كشف عنها بعد ساعات من انتهاء الجولة ان تركز المناقشات حول العقوبات المفروضة عليه والتعويض عما وصفهما بالضررين المادي والمعنوي وادانة ما وصفه بالاحتلال الاجنبي وضرورة دعم قوات النظام السوري في حربها فيما ركز وفد المعارضة برئاسة هذه البحرة على قضايا الحل السياسي وضرورة ان يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين وان يمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال ويحقق العدالة ما جاء به وفد النظام خلال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية رأى مراقبون انه محاولة لاستغلال اي اجتماع للمطالبة برفع العقوبات عنه والحصول على مساعدات دولية بحجة اعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال اللاجئين كذلك تنست وثيقة النظام التي تحدثت عن الاحتلال الاجنبي الاشارة الى دور روسيا وايران في الحرب السورية حيث دعم النظام على مدى سنوات سياسيا في المحافل الدولية وعسكريا بآلة الحرب التي قتلت مئات الالاف من المدنيين وشردت الملايين داخل وخارج الحدود السورية ودمرت اربعين بالمئة من البنى التحتية للبلاد واقتصادها الذي قدر المركز السوري لبحوث السياسات خسائره بخمسمائة وثلاثين مليار دولار امريكي في وقت وصل معدل الفقر الى ستة وثمانين بالمئة بين السوريين وبسبب تعنت النظام ورغبته الدائمة في المراوغة يتوقع مراقبون ان المحادثات ستراوح في مكانها ولن تسفر عن جديد فيما رأى اخرون ان الجولة الخامسة التي حددها المبعوث الاممي الى سوريا جير بيدرسون في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الاطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في اعمال اللجنة للتوصل الى دستور يكون مدخلا لتنفيذ القرار الاممي الفين ومئتين واربعة وخمسين اشتركوا في القناة